صدر حديثاً في استخدام الجيش هو الحد الأقصى لأنه قبل ذلك هناك البنى التحتي للدولة التي بإمكانها أن تستعيد عن هذه الإضرابات لكن التلويح بالجيش ليس في حال بريطاني في أي حال أخرى كانت الإضرابات تتفاقم كانت الدولة تستخدم الجيش واستخدام الجيش ليس يعني أعلان حالة الطور هي أداة من أدوات الدولة بإمكانها تسهيل أمور المواطنين دون أن يكون ذلك مؤشر لكارثة للدولة كنت أذكر في بداية الحرب بدأت في شباط فبراير وبعد ذلك بدء الكلام عن هذه النسبة العالية الخطيئة الكبرى لأوروبا بأنها مرتهنة إلى الطاقة الروسية توقعات أن يجري انهيار في موضوع الطاقة وإذ كل الأنباء تتحدث عن أنه ليس هناك انهيار وهناك إدارة للملفات بعد تتحدث عن كيف استطاعت أوروبا أن تشفي نفسها من الطاقة الروسية اليوم يتحدث عن قطاعات مقصودة يعني بفرنسا يتحدثون عن قطاعات مقصودة ربما سيذهبون إليها إذا لم يلتزم المواطن الفرنسي بما طلب منه من تخفيف استخدام الطاقة بنسبة 10% وبالتالي هذه الحدود القصوى وقد تذهب إلى حوالي ساعتين في اليوم لبضعة أي وبالتالي نحن لم نكن نتوقع ذلك وننتوقع كارثة على مستوى الطاقة كارثة على مستوى البرد وكانت روسيا أيضا تعول على هذا الأمر ما نعرفه أن مخزونات الطاقة الموجودة في أوروبا موجودة بما يؤمن الشتاء لكن بالنهاية هذا موصب البرد له علاقة بالبرد له علاقة بالطبيعة وأعتقد أيضا هناك تعويل كبير عالمي على هذا الشتاء روسيا تعول على الشتاء ما بإمكانه أن ينزل خسائر عند الأوروبيين وأوكرانيا أيضا تعول على هذا الشتاء بإمكانه أيضا أن ينزل خسائر في الطرف الروسي لذلك أعتقد أن هذا الشتاء بإمكانه أن يحدد مصير هذه الحرب إما نذهب إلى تسوية إما نذهب إلى انكسار لهذا الطرف أو ذلك أوروبا في حالة حرب ويتدفع ثمان الحرب هناك من يدفع ثمان الحرب دمارا في البشر والحجر في أوكرانيا هم يدفعون ثمان الحرب بضع انقطاعات هنا هناك أو غلاء في حالة تضخم حتى عندما تحدثت حضرتك عن الإضراب في بريطانيا شبيهة بالإضرابات أيضا في فرنسا التي تريد تحسين مستوى العاملين الذين يرون أن هذه الشركات تربح ولا تخسر منذ أسابيع كان هناك أيضا منظر الطوابير أمام محطات البنزين وكان كثير من من لم يعرفوا ماذا يحصل يعتبرون أن هذه الأزمة هي أزمة طاقة لم تكن أزمة طاقة كان أضراب في شركة توتاع كانوا يريدون اقططاع جزء من هذه الأرباح تربح هذه الشركات وبالتالي أوروبا في حالة قوة مالية وليس خسائر مالية ويريد المجتمع أن يحسن ظروفه داخل هذه أعتقد أن الأوروبيون ما زالوا مصرين على اتخاذ نفس الموقف الداعم لأوكرانيا والمستنكر والمدين لما تقوم به روسيا هم أيضا مشاركون في هذه المعركة ويدفعون ثمن مشاركتهم واستثمارهم داخل هذه المعركة والبعض يعتبر أن هذه حرب أمريكية روسية تجري في أوكرانيا لكن هذه الحرب تجري في أوروبا والهجوم الروسي هو في أوروبا وإذا كان هناك مخاوف هي مخاوف أوروبية وليست مخاوف أمريكية التي تبعد مئات ألاف كيلومترات عن المنطقة وبالتالي هذا السجال الداخلي ما بين يمين متطرف متضامن مع يسار متضرف وأيضا بعض الشكاوى الداخلية لا يتسرب إلا الموقف الرسمي الألماني المفاجئ الموقف البريطاني حتى مع رئيس الوزراء الجديد الذي ذهب إلى كياب وحتى الموقف الفرنسي الذي روى الرئيس إيمانيول ماكرون في واشنطن روى شاهدته في القول أن فرنسا هي إحدى رعاة اتفاقية منسل وأنه كان شاهدا على الرغبة الأوكرانية في السلم وكان شاهدا أيضا على نوايا روسيا في الحرب وحتى عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي عن احتمالات الحوار فلا يبدو أن الرئيس الأمريكي على قرر رئيس الأمريكي قال أنا مستعد أن أتحاول أنا مستعد لكن الشروط والآن الرئيس الفرنسي عندما يقول أنا سأذهب لأتحاور مع بودين بعد أن أتكلم مع زرينسكي ولكن في نفس الوقت هو مستمر في الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لأوكرانيا ليس هناك انقسام هناك وجهات نظر لهذه الدول هناك 27 دولة في الاتحاد هناك بريطانيا ودول أخرى وهناك نتحدث أيضا عن كندا وعن اليابان وعن كوريا وعن 30 دول أطلسي لم نذهب إلى حد الانقسام نذهب إلى حد الجدل الذي ينتظر إشارة من الطرف الروسي أعتقد فيكتوريا نولاند التي كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي كانت في أوكرانيا قالت أنها لم تلاحظ أي إشارة عن رغبة جدية في أن الرئيس بوتين يريد فعلا أن يذهب نحو السلم ما سينتجه الشتاء من صمود ومن نتائج عسكرية أيضا الروهلون على ذلك بعد هذا الشتاء تكون هذه الحرب قد اكتملت فصولها منذ شباط فبراير الماضي وبالتالي كل الأطراف عرفت كل واحد عرف حدوده إما يذهب إلى التسوية أعتقد أنهم سيذهبوا إلى التسوية وأما سيذهب إلى الصدام الكبير الذي لا يريده أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر